موسيقى البداية الليلة من لبنان فقد يكون الجدل الذي أثارته استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية قبل أيام مجرد زوبعة عابرة أمام عصفة الجدل الجديد الذي يمكن أن يثيره قرار التراجع عن الاستقال اليوم فبينما يعتبر الموقف المستجد ضرورة وطنية تمليها روح المسئولية ومن يرى فيه مجرد خطوة متريفة لوضع كل الفرقاء أمام مسئولياتهم يظل النقاش مشتعلا وشرط النأي بالنفس الذي طالب به الحريري أمام اختبار حاسب الصدمة التي خلفها أعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الحكومة اللبنانية في الرابع من نوفمبر من الرياض تكاد توازي الموقف الصدمة الذي أعلنه يوم عيد الاستقلال بتراجعه عن هذه الاستقالة لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس وقد تمنى علي التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت تجاوب من هذا التمني الحريري الذي كان وعد بإعلان موقف واضح بأسباب استقالته من حكومة التسوية السياسية التي تجمعه بحزب الله عاد إلى بيروت ليخالف التوقعات مفسحا المجال أمام محاولات ربع الساعة الأخيرة لإبرام تسوية جديدة ترتكز بشكل أساسي على إلزام الحزب بسياسة النأي الكامل بالنفس محاولة يرى مراقبون أنها ترمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية هذا التريس هو لإعطاء فرصة للرئيس ميشيل عون من أجل التشاور مع حزب الله على الشرط الذي وضعه الرئيس الحريري باستقالته أو مقابلته التلفزيونية أو في خطابه الذي أطلقه نبع عبده ويتعلق بالنائب النفس أيضا فرصة لحزب الله ليقيم مراجعة نقدية شعر الحريري قبل نحو ثلاثة أسابيع بوجود دولة داخل الدولة معتبرا أن إيران تسيطر على المنطقة ولديها رغبة جامحة في تدمير العالم العربي لكن لدى عودته إلى بيروت اكتفى رئيس الوزراء المتريث بتأكيد عروبة لبنان أمام أنصاره وسط بيروت من دون الدخول في تفاصيل موقفه الأخير وعن عروبة لبنان ويخشى متابعون أن يكون موقف الحريري بتجميد استقالة حكومته قد جاء من دون تقديم أي ضمنات من جانب حزب الله أخشى أن يكون وقع الرئيس الوزراء الحريري في فخ نصبه حزب الله عنوانه شراء الوقت ومحاولة امتصاص نتائج استقالاته لتصحيح المسار الذي خاطئ الذي كلف لبنان كثيرا عندما يدخل الرئيسات الحريري في هذا العرض أو التمني رئيس الجمهورية الذي بالأمس أطلق خطابا عنيفا تجاه الدول العربية يكون هناك خطأ ما وعلامات استفهام كبيرة وتشير التوقعات إلى أنه في حال فشلت المشاورات أو الحلول التي يبحث عنها حاليا للخروج من الأزمة سيقدم الحريري استقالته رسميا لتدخل بعدها البلاد في أزمة التكليف والتأليف حتى إشعار آخر إذا كان تريث الحريري بتقديم استقالته رسميا للرئيس اللبناني لا يعني أنه تراجع عنها بحسب المقربين منه فهذا لا يعني انتهاء الأزمة باعتبار أن سيطرة حزب الله على القرار اللبناني قائمة ومن المستبعد أن يلتزم بأي تسوية سياسية مقبلة سلمان عن دارس كان يوز عربية بيروت واستكمالا لصورة الحدث نستعرض الآن مع شانتال أبرز التصريحات التي أطلقها الحريري منذ عودته الليلة الماضية إلى بيروت الكل كان بانتظار هذه التصريحات والفترة القادمة لا شك ستشهد أيضا الكثير من المشاورات صحيح قراءات مختلفة مهند أعطيت لتراجع الحريري عن استقالته هناك ما يرى في مجرد الحديث عن التريوث أن الحريري يعترف ضمنيا أنه تسرع في تقديم استقالته لكن آخرين يقولون أن خطاب الحريري لم يتراجع بل ليس فيه تراجعا بل أنه يريد منح فرصة للحوار من أجل تحقيق شرط النائب النفس الذي حدده سابقا التراجع عن الاستقالة اعتبره الحريري بعد لقاء الرئيس ميشيل عون مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكساتها على علاقات لبنان مع محيطه العربي الحريري يرى على صعيد آخر أنه يتعين على جميع الأطراف اللبنانية لالتزام ببقاء لبنان خارج الصراعات الإقليمية في إشارة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي يعتبر دورها الإقليمي بل يعتبر دورها الإقليمي مصدرا لقلق عربي عميق أوضح الحريري أيضا أهمية سياسة البقاء خارج الصراعات خصوصا اليمن حيث يقاتل الحوثيون بدعم إيراني ويهددون أمن السعودية ودول الخليج تحدث سعد الحريري عن شراكة حقيقية من كل القوى السياسية في تقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى وخاطب الحريري مناصره بالقول أنا باق معكم بل لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان هذا ما ورد مهند في كلام الحريري منذ وصوله ليل أمس إلى بيروت وحتى الساعة بعض الناس تقول أن التريث مدة خمسة عشر يوما هذه المعلومة لم أسمع الرئيس الحريري لكن تم تدولها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لا أعتقد أنه حدد على أقل في التصريحات العلنية مثل هذه المهلة ولكن لا شك أن هناك مهلة في ذهن السيد الحريري لتحقيق هذه الشروط دعينا نستفسر عن بعض هذه القضايا من ضيفنا في بيروت معنا من هناك عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة المستقبل الأستاذ محمد الحجار أستاذ محمد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا القرار اليوم الذي اتخذه الرئيس الحريري بالتريث بتعليق الاستقالة بالعودة عن الاستقالة سميها ما شئت بانتظار ماذا تحديدا ما هي الأمور التي ينتظرها السيد الحريري الآن في فترة التريث هذه يعني داني بداية أقول بأنه الرئيس سعد الحريري لم يتراجع عن الاستقالة الرئيس سعد الحريري كان واضحا فيما قاله من قصر بعبدة بعد لقائه الرئيس ميشيل عون دعني أتذكر معك وأذكر الجميع بأن الرئيس سعد الحريري عندما سئل في الرياض في أثناء المقابلة التي أجرتها معه السيدة بولاي عقبيان وعندما سئل في محطات أخرى وفي أحاديث أخرى في مناسبات أخرى كان دائما يقول بأنني عندما لن أتكلم بالسياسة وعما سأخدم عليه إلا عندما أعود إلى لبنان وأقابل الرئيس الجمهورية العماد بشير عون وهذا الذي حصل اليوم الرئيس سعد الحريري كما قال تماما عرض الاستقالة عرض أسباب الاستقالة على فخامة الرئيس فخامة الرئيس طلب منه أو تمنى عليه دعني أقول التريث في تقديم الاستقالة تمنى عليه أن يحتفظ باستقالته وأن يعطي فرصة جديدة فرصة أخرى لحوار لنقاش جدي لنقاش عقلني لحوار مسؤول يصل إلى المبتغى الأساس الذي حدده الرئيس سعد الحريري وذكرتموه في التقرير الذي كان قبل قليل هو يقال الرئيس سعد الحريري أن الحوار يجب أن يكون على قاعدة اتفاق الطائف وأستاذ مهند أن تتعلم علم اليقين ماذا يعني التمسك باتفاق الطائف ومقدديات الوفاق الوطني يعني التمسك بعروبة لبنان يعني التمسك بالدولة يعني التمسك بالمؤسسات يعني التمسك بالعيش المشترك هو قال كذلك بالالتزام بسياسة النائب النفس هذه النقطة الثانية التي نحدث عنها التزام بسياسة النائب النفس بلبنان عن ما يجري في المحيط عن الحرائق المندلعة حول لبنان في المنطقة العربية وفي الإقليم أعذرني على المقاطعة وقال كذلك نقطة ثالثة أشدد عليها بعدم تعريض علاقات لبنان العربية لأي ضرر أو لأي أطباقات والكل يعلم ماذا يتسبب به حزب الله وسياسة حزب الله في هذا الاتجاه أستاذ محمد قبل الغوص الرئيس عبدالله راد أن يعطي فرصة لهذا الحوار قبل الغوص في تفاصيل هذا الحوار هنا أود أن أعرف منك هل هذا القرار لنتج اليوم هل صدر عن هذا اللقاء الثنائي الذي جرى مع الرئيس ميشيل عون أم أنه نابع عن اللقاءات المكوكية التي أجرها الرئيس الحريري خلال الأسبوع الماضي انطلاقا من السعودية إلى الإمارات من ثم إلى فرنسا وعاد إلى مصر قبل أن يتوجه إلى بيروت وكل الحراك الدبلوماسي الذي أيضا جاء مع هذه اللقاءات أسد محمد الكل يعلم بأن الرئيس سعد الحريري عندما ذهب إلى التسوية الشهيرة منذ حوالي السنة وتبنى ترشيح العماد أو أيد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية كان هم الرئيس سعد الحريري كما يعلم الجميع هو حماية لبنان حماية الاستقرار في لبنان هذا المبتغى والهدف الأساسي الذي يبحث عنه دائما الرئيس سعد الحديد نعم لابد بأنه في كل هذه اللقاءات وهذه النقاشات التي كانت له عندما كان في الخارج وفي كل الزيارات التي قام بها بعدها لابد بأن بأن كل هذه الأمور كونت لديه قناعة معينة أدل بها اليوم بعد أن قال مقاله مع رئيس الجمهورية طيب أستاذ محمد داني أسألك عن يعني سقف سقف مسألة النائب النفس ما الذي يريده الرئيس الحريري تحديدا يريد تحقيقه من مسألة النائب النفس الآن أمين عام حزب الله قبل يومين في في خطابه ما هدى لهذه المسألة على ما يبدو البعض فسرها كذلك بقوله نحن الآن بصدد إعادة الانتشار في سوريا في سوريا بصدد سحب القوات قوات حزب الله من العراق قال صراحة نحن لا علاقة لنا باليمن ولم نعطي أسلحة لا صواريخ ولا مسدسات ولا غيره يعني على ما يبدو السيد حسن نصر الله يمهد لمسألة تلبية مفهومه على الأقل لتعبير النائب النفس هل هذا كافي من وجهة نظر السيد الحريري برأيك يعني هذا الأمر طبعا لن أرد على سؤال يوجه مفترض أن يوجه إلى الرئيس سعد الحريري ولكن على ما أعلم وما أفهم من هذا الحراك السياسي الحاصل منذ 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 أسبوعين في لبنان نعم النائب النفس يعني أن يتوقف حزب الله عن طورية لبنان في الصراعات الخارجية النائب النفس يعني أن يتوقف حزب الله عن طورية لبنان في الساحة السورية وفي غيره من الساحات النائب النفس يعني أن يتوقف حزب الله عن الإضرار بمصالح لبنان مع الأشقاء العرب ولسيما ما يحصل في اليمن الرئيس سعد الحريري كان واضحا في المقابلة تلفجيونية التي تبعها الجميع من دارته في الرياض هذه الأهداف التي يريد الرئيس سعد الحريري الوصول إليها طبعا الطريق للوصول إلى هذه الأهداف وطبعا هذا كان من الأمور التي كان متفق عليه إذا أجلس التعمير قبلا ولكن تم حرقها للأسف من قبل حزب الله من هنا الرئيس سعد الحريري أعطى هذه الفرصة اليوم فرصة هدفها الحفاظ على استقرار لبنان والحفاظ على الدولة وهيكلية الدولة كما جاء في اتفاق الطائف وهنا أذكر فقط بأن مجرد إعلان الرئيس سعد الحريري عن تريوثه في تقديم استقالته ارتفعت مباشرة ما يسبب السندات السندات الأبنان الدولارية ارتفعت بنسبة 1.7 على ما أعتقد وكذلك عملية تكلفة تأمين على ديون اللبنان انخفضت بمعدل 17 لقطة عن الإخفال منذ حوالي اسبوع الكل يعلم بأن لبنان لضع اتصادي فيه وضع ليس على ما يرام هناك عدد دين خارجي بحوالي 72 مليار دولار أصبح كل هذا الذي يحصل وكل الذي يقدم عليه الرئيس سعد الحريري هدفه الحفاظ على مصلحة لبنان على مصلحة اللبنانيين وطبعا هنا قال الرئيس سعد الحريري بأن المطلوب هو شراكة حقيقية بين كل القوى من حزب الله نعم مطلوب من حزب الله أن يتفهم ما يحصل تماما اليوم هل تقول حضرتك أن سيد حسن نصر الله أبدأ حسن نية في هذا الاتجاه جيد ولكن مطلوب تطوير هذا الأمر يتبع دعني أتابع في هذه المقطة الإعلان عن الالتزام بهذه السياسة إلى أي مدى مسألة النأي بالنفس مرتبطة بوجود سلاح حزب الله هل سلاح حزب الله أيضا مطلب أو نقطة أساسية من الشروط أو من النقاط التي يريد السيد الحريري يراها تتحقق هل تعلم الكل يعلم موقفنا من موضوع سلاح حزب الله نحن في قراءتنا كفريق سياسي كفريق تيار مستقبل نعتبر بأن هذا السلاح هو سلاح خارج عن الشرعية هو سلاح طالما أنه لا يؤتمر بإمرة الدولة وبإمرة المؤسسات العسكرية الشرعية وطالما هذا الأمر ليس ملكا أو قرارا بيد السلطة اللبنانية هو يبقى سلاح خارج عن الشرعية وطبعا هذا الأمر تفاقب مع طوريط هذا السلاح للبنان في الساحات العربية وإن كان في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في البحرين أو في الكويت في مناطق متعددة من الوطن العربي إلى جانب ربما من مناطق أخرى في هذا العالم هلأ موضوع بحث سلاح حزب الله نحن نقول في السابق بأنه كان هذا الأمر مطروح بإطار الاستراتيجية الدفاعية توقف البحث فيه ولم يتم الدعوة إلى حوار وطني حول هذا الموضوع ربما اليوم يكون هناك مناسبة لبحث هذا السلاح وكيف العمل لصياغة استراتيجية دفاعية تذهب إلى وضع هذا السلاح أو تقنين وضع هذا السلاح بما يخدم الهدف الذي نبتغيه وهو بوجهة العدو الإسرائيلي ولكن بإمرأة وبقرار الدولة يعني قرار الحرب والسلم يبقى بيد الدولة اللبنانية هلأ تقول لي أنه هل هذا الأمر سيكون اليوم لا أعلم يعني أشك بذلك بأن يكون هذا في يوم أو يومين ولكن ربما يكون هناك إعلان نوايا صريح بالذهاب إلى حل هذه الأزمة التي نعيش بها اليوم مع كل إنعكاساتها وارتداداتها السلبية على مجمل الوضع في لبنان وعلى جميع اللبنانيين شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحجار عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة المستقبل كان معنا من بيروت يعني أيام مهمة بانتظار القرارات التي ستصدر عن السيد الحريري وسنرى الأطراف الأخرى إذا كانت مستعدة لتلبية مسألة النأي عن النفس لابد أن يكون هذا الموضوع مرتبط مهند بالقرارات الدولية والإقليمية التي تتخذ في هذه الأطراف شكرا لك ترجمة نانسي قنقر